تعالوا نشوف التفاصيل دلوقتي مع بعض وننزل تحت شوية في تفاصيل بتاعتنا هنلاقي المجالات التدريبية اللي هي مسارات التدريب عندنا اول حاجة مسار تطوير البرمجيات ومسار فنون الرقمية مسار الزكاة الاصطناعي مسار علوم البيانات مسار النظم المدمجة مسار الامن السيبراني اللي هو السيبر سيكوريتي ومسار ادارة الاعمال وتخطيط الموارد المؤسسية هو ده اللي هيشمل برامج والحاجات اللي هتنفع للكليات زي كلية التجارة وهنشوف التفاصيل دي كلها على الموقع دلوقتي حاجات برضو اضافية زي العمل الحر والمهارات الحياتية اه دي كل المهارات اللي انت هتتعلمها في المبادرة دي او التدريب ده المدة بتاعت البرامج بتاعت المبادرة ست شهور متين ساعة ست ساعات اسبوعيا تلات ساعات لكل محاضرة كده هيبقى في محاضرتين في الاسبوع واحدة ومحاضرة حضوري وطبعا ده مش كل البرامج في برامج كاملة تبقى كلها وطبعا المبادرة دي متاحة لكل الناس وكل المحافظات وعندنا هنا ان نظام التدريب تلاتين في المية منه حضوري خمسين في المية وعشرين في المية دراسة زيتية بتدرسها اه لوحدك وزي ما قلت لكم برضو ان الانلاين في حاجات تبقى كاملة اونلاين هنا لازم طبعا تحضر تمانين في المية من الجلسات الحضوري وتمانين في المية من الانلاين موعيد التدريب موعيد مسائية وصباحية نشوف التفاصيل دي برضو معانا والسيشن الواحد او الجلسة الواحدة بتبقى ثلاث ساعات وزي ما قلت الجلستين في لزبو طبعا هنا بيأكد ان التغطية الجغرافية جميع المحافظات طبعا دي مبادرة من من وزارة الاتصالات هنا بيقول لك ان البرامج المتاحة لفيه الكليات اللي جاءة الفنية وكلية التجارة وفيه حاجات تبقى مفتوحة لكل الكليات ترجمة نانسي قنقر